عندنا الآن التخلي على نوعين التخلي إما يكون في مرحاض وإما يكون في الصحراء فمتى تكون التسمية بالنسبة للمرحاض تكون عند بداية دخول الخلاء يعني لما تفتح الباب أو تدخل من عند الباب باب المرحاض تقول بسم الله وأما عند وأما حينما يتخلى الإنسان في الصحراء فإنه سيقضي حاجته في فضاء فمتى يقول بسم الله ليس هناك باب ما في باب حتى تدخل إليه قال الفقهة رحمهم الله تعالى عند تشمير ثيابه لما يبدأ بتشمير ثيابه يقول بسم الله